هذا وتحضى رياضة القدرة البحرينية بدعم كبير من لدن جلالة الملك المفدة ومتابعة حثيثة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الأمر الذي انعكس إيجابا على تطور مسيرة سباقات القدرة وحصدها للعديد من الإنجازات والتي كان آخرها حصول الفريق الملكي للقدرة اليوم على المركزين الأول والثاني في بطولة الأردن الدولية للقدرة لمسافة بيئة كيلومتر برهنت مملكة البحرين للعالم أجمع بأنها ذات طابعا خاص في رياضة القدرة التي تحظى بدعم ومتابعة واهتمام كبير من لدن جلالة الملك المفدة حيث كان لهذا الدعم الأثر العظيم في تواجد الفريق الملكي في مختلف المحافل الخارجية والتي تمخض عنها إنجازات عديدة ونتائج إيجابية في العديد من البطولات الدعم الملكي السامي والرؤية الثاقبة التي يمتلكها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والمتابعة المستمرة جعلت مملكة البحرين موطنا لسباقات الفروسية وخاصة القدرة منها من خلال تنظيم مختلف البطولات وحرص الإصطبلات والفرسان على التواجد في السباقات الإقليمية والعالمية كما لعبت البطولات المحلية التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تأهيل العديد من الفرسان للمشاركات الخارجية والمساهمة في تحقيق سلسلة من النجاحات المتواصلة التي تنعكس بالإيجاب على مستوى رياضة القدرة البحرينية وتبرز التطور المستمر لها الجهود البارزة التي تبذل لمواصلة الارتقاء بمسيرة رياضات الفروسية جاءت ثمارها في إبراز القدرات البحرينية في سباقات القدرة وتأكيد تطورها لمواصلة تحقيق التطلعات والطموحات والتواجد الدائم لإسم مملكة البحرين على منصات التتويج